بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم يا شباب في الفيديو ده اكلمكم عن موضوع مهم جدا اللي هو الانبيب المعزولة مسبقا او اللي احنا بنسميها الانبيب المعزولة مسبقا بيبقى المصورة او الانبوب جاي وعليه طبقة العزل جاية جاهزة من المصنع زي ما احنا شايفين كده في الصورة دي ادي المصورة جوه وطبقة العزل هنا نفس القصة طبقات العزل جاية مصنعة جاهزة يبقى دي بسموها الانبيب المعزولة مسبقا طب ايه هي تمام التركيبات بتاعة الانبيب المحورية دي ممكن تكون من فلاز بولي اسيلين او فلاز الياف زجاجية او بولي اسيلين بولي اسيلين او بولي اسيلين الياف زجاجية او الياف الزجاجية بولي اسيلين او الياف زجاجية الياف زجاجية طبعا ده بيتكلم الحاجة اللي في الاول اللي هي المصورة اللي جوه وبعدين طبقة العزل تمام شركة كوزمو بلاسك بتصنع منها تمام المواسير دي وبتبقى كمان مزودة بنظام كشف التسريب لتبريد الضواحي بحسب الطلب طبعا للزبون والأنبوب المحوري بيكون بقياس من 20 ملي لحد 1500 ملي وبيبقى الإطار الخارجي 1750 ملي تمام يبقى دي الأنابيب اللي احنا بنسميها بي آي بي معناها زي ما قلنا كده هنا الجزء ده اللي هو هتلاقيه ستيل HDPE أو ستيل جي أر بي أو HDPE 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 جي أر بي أو جي أر بي أو جي أر بي جي أر بي ودي المواسير بتطلع معزولة من المصنع والشغل اللي احنا شايفين قدامنا ده من مصنع كوزمو بلاست والمأسات الخاصة بي الأنابيب المعزولة بحسب الكاتالوجي اللي احنا شايفين وشوفكم في بيديوهات تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر